ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إنجاز تاريخي جديد تسطره مملكة البحرين في سجلها الحافل بالنجاحات المرموقة ضوء أول في الفضاء تطلقه سواعد أبناء البحرين استلهاما من رؤية نيرة لعاهل البلاد المفدة في كتابه أيده الله الضوء الأول تطلقه سواعد أبناء البحرين بكل نجاحا لتضع بذلك المملكة أول خطواتها المباركة في عالم الفضاء بإشراف ومتابعة مستمرة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى ليكون أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هناك قمر صناعي بحريني ثاني سيتم بناءه بعيدة بحرينية خالصة هذه المرة في مملكة البحرين في مختبرات داخل مملكة البحرين وهذه جزء من سياستنا لتوطين تقنيات الفضاء وصناعة الفضاء في المملكة عزيمة عالية أبدتها كوادر مملكة البحرين المدربة والمؤهلة في إطلاق القمر الصناعي البحريني الإماراتي ضوء واحد علم ومهارة إقدام وإسرار تحتفل به البحرين اليوم إنجازا يحفظه التاريخ لهم وتتفاخر بهم أجيال قادمة مهدت لهم طريق النجاح والتطور والتقدم في عالم شاسع تبحر به سواعد المملكة بكل فخر واعتزاز حققنا يمكن حلم كان يروضنا واليوم نلمسها كحقيقة من موسى طبعا الكوادر تم تأهيلها على مراحل وتم توزيعها على تخصصات مختلفة طبعا جزء منهم تم تأهيله في دولة الإمارات المتحدة من خلال التعاون مع جامعة خليفة لعلوم التقنية وهي من الجامعات المرموقة وتصنف من ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم اليوم إضافة إلى ذلك تم تأهيل مجموعة أخرى بالابتعاث إلى الخارج فتم ابتعاث مجموعة منهم إلى جامعة سري في المملكة المتحدة لتلقي كذلك علوم وتهندسة الفضاء مجموعة ثالثة تم تأهيلها لما يكون متخصصين أن يكونون متخصصين في مجال تحليل بيانات الصور الفضائية وتم توزيعهم على أكثر من جهة هكذا هي البحرين دائما في الصدارة والمقدمة تنطلق بعزيمة قائدها وربان سفينة الإنجاز سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تضع لبناتها الأولى في عالم الفضاء بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتكون نقطة انطلاقة جديدة تعزز من قدرات المملكة بالمجالات التقنية والعلمية والبحثية ومكانتها وريادتها العالمية في قطاع علوم الفضاء يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة